سلام عليكم قصتنا اليوم من سوريا وحصلت أحداثها القصة في بداية التسعينيات وتحديدا في العاصم السوري دمشق ولكن قبل ما أبدأ في سرد أحداث القصة لي تعليق على قصة يوم أمس اللي كان اسمها لقاء مع إبليس كتبت إحدى الأخوات الله يصلحها يا أخي راعي الله في اختيارك في القصص هذا يعني التشيع صريح منك للمتابعين على الإجرام والانحراف أعوذ بالله منك ومن أمثالك أستغفر الله العظيم ونحوله ولا قوة إلا بالله العليل العظيم دائما يا أخوان أنت تشوفون وتعرفون من خلال القصص اللي نرويها دائما نحاول أن تكون القصة غريبة نوعا ما والقصص النادرة والقصص اللي أحداثها تكون يعني على غير هو المتابع اللي يتوقع مثلا في بداية القصة يتوقع أنه الأخ يقتل أخوه ولا المرأة يقتل ذرتها ولا كذا فالقصة صراحة فيها نوع من التناقض ولكن هذه القصة الحقيقية وأنا نقلتها كما كتبها الأستاذ بهاء الدين والأستاذ بهاء الدين أستاذ وصل إلى مراتب عليا جدا في القضاء المصري وما له مصلحة يألف قصة من نسج الخيال وشيء يحسب عليه في الأيام ولكن اللي حصل ومجمل القصة أنه الأخ عشق زوجة أخوه وما حصل خيانة بيناتهم وما حصل شيء بيناتهم والولد قالك أني أتخلص من أخوي لحتى أحصل على زوجته وبعد ما قتلوا اللي حصل كان عكس المتوقع والبنت هذه بعد مقتل زوجها وبفترة انقضاء عدتها بعدة أيام وبالحرف مثل ما كتب المحامي بهاء الدين تزوجت تقدم لها ابن الجيران ووافقت على الزواج منه والأب كذلك الأمر تنازل عن دم ابنه لكي ينقذ ابنه الثاني وهذا ما حصل وسبحان الله الأحداث ما تجري مثل ما نشتهي إحنا والقضاء في كثير من الأمور اللي يجهلها الناس على سبيل المثال الحق الشخصي أو الادعاء الشخصي بس سقط دائما يكون في غالبية القضايا لما ما يكون فيه ادعاء شخصي ويكون فيه حق عام الحق الشخصي هو له التأثير الأكبر في الحكم بهالحالة هذه الرجل أبو فتحي تنازل عن دم ابنه وضل الحق العام وصراحة يعني لما كان المحامي يترافع عن عاصم في المحكمة كانوا القضايا والمستشارين والناس الموجودين كلهم مستغربين من الدفاع ولكن اللي خلاهم يرأفون بحالة عاصم حضور والده وبكاؤه في قاعة المحكمة فتمص صدور الحكم اللي هو خمس سنوات وقضى منها ثلاث سنوات والأمر الآخر أنه عاصم بعد ما قضى محكميته في السجن وطلع فاطرد إبليس وما ترك مجال للشيطان أنه يعني عاصم لما كان في السجن كان يفكر أنه البنت هذه كانت تتسوي حركات وتحاول أنها تغريه بطريقة غير مباشرة الأجل أنه تؤسر قلبه وتخليه يتخلص من أخوه وبالتالي واحد يروح على القبر وواحد يروح على السجن وهي تلتقي أو تتزوج مع ابن الجيران هي كان يفكر عاصم وكان يفكر هو في السجن أنه بس يطلع راح ينتقم منها ويقتلها إلا أنه لما طلع فضل على أنه يطرد الشيطان والرجل رجع إلى عقله وصوابه والله أهداه وكمل دراسته وحصل على لسانس حقوق وصار من المحامين الشاطرين اللي رافعون عن موكلينهم والكلام هذا بالحرف كما ذكروا المحامي بهاء الدين أبو شقة عذرا على الإطالة بس كان يجب توضيح هذا الأمر أما بالنسبة لقصة اليوم في بداية التسعينيات في عائلة في العاصم السوري دمشق أبو سهة متزوج من أم سهة والله سبحانه وتعالى أرزقهم بنت وحيدة سهة سهة هذه بنت بسيطة جميلة على قدر من الجمال مؤدبة يعني حبوبة وجماعة شايفينها وما هم صدقين دلال وأي شيء تطلبسها يلبونه دائما وكانت أحوالهم المادية العائلة يعني من العائلات المستورة نقدر نقول ما عليهم ديون وما عليهم كذا الرجل كان موظف وأمسها كانت ربة منزل ويعني عايشين على قد حالهم ورضيانين وأمورهم تمام وما عندهم مشاكل أبدا البنت هذه صارت تكبر شوي شوي دخلت في المرحلة الابتدائية ودخلت في الإعدادي طلقت من الإعدادي على الثانوي ولما خلصت الثانوي كانت نتيجتها يعني نجحت مثل ما نقول تشحيط ما في علامات أنها تأهلها لأنها تدخل مجالات دراسة دراسات عليا هندسة ولا طب ولا غيره وفضلت على أنها ما تتابع دراسة رغم الحاح الأهل عليها أنه يا بنتي يكفي دراستك وعيدي البكالوريا مرة ثانية إلا أن البنت سهى فضلت أنها ما تكفي دراسة وتقعد في المنزل وتستنى نصيمها بكرة تتزوج وتأسس عيله ويصير عندها بيت وراحت الأيام وجدت الأيام فيه شاب فيه الحارة اللي عايش فيها سهى الشاب هذا اسمه أيمن أيمن كان في بداية العشرينيات 21-22 سنة والولد هذا من عائلة مثل عائلة سهى يعني وضعهم المادي وأبو أيمن هذا كان رجل بسيط يعمل حارس في إحدى الشركات الخاصة وكان راتبه بسيط وعائلة مستورة وعايشة أيضا حالها حال عائلة أبو سهى والولد هذا أيمن كان أيضا موصل لمرحلة البكالوريا مخلص المرحلة الثانوية والولد يشتغل فيه السوق على البسطات وفيه المحلات اللي ألبسه في يعني عامل عادي وما بييده صنعة أو مهنة المهم هذا أيمن في يوم من الأيام لمح البنت هذه سهى في أحد السوبر ماركتات في الحارة وأعجب فيها وصراحة هي بادلته بعض النظرات وحصل يعني مثل ما نقول تألف والبنت هذه سهى اخطفت قلب أيمن أيمن بمجرد ما شاف سهى قلبه صار يدق والحب اللي من أول نظرة اللي تسمعون فيه وقام تبع سهى وتتبع أثرها لحد ما وصلت على البيت وعرف أنه سهى ساكنة فيها البيت وهي البنت وهي ماشيت تلفت وراها كل شوي وشايف الشاب أيمن لاحقها من شارع لشارع لحد ما دخلت على البيت وهي تعطيه بعض الابتسامات وعرفانه أنه شاب يعني أعجب فيها وكذلك البنت سهى أعجبت بالشاب أيمن كان شاب جميل ولابس ومتأنق وحاطها البرفان وهالعطورات المهم في اليوم الثاني طلعت سهى أيضا من البيت راحت على السوبر ماركت بقصد أنها تشوف أيمن وتلمحه وكذا وأيمن كذلك الأمر نفس الشي راح قاعد قدام السوبر ماركت ويشتري من العصير ويشرب بانتظار البنت هذه تيجي وكان قلبه وحاسه أنه قال له البنت هذه ودها تيجي اليوم وفعلا شوي وإلا تجي سوها تشتري بعض المواد من السوبر ماركت وطلعت وكان هذا بانتظارها خلها بعد ما طلعت من السوبر ماركت لحقها ومشي بجانبها أعطاها ورقة مكتوب عليها رقم الهاتف رقم هاتف المنزل وفي ذاك الوقت ما كان فيه الهواتف الخلوية والاتصالات هذه كانت مجرد خطوط أرضية تتواصل الناس مع بعضها عن طريق الهاتف الأرضي قال لهذا رقم تليفوني رقم تليفون المنزل وأنا الآن راح أقعد بجانب التليفون وأستنى اتصالت البنت هذه خذت رقم التليفون وهي تبتسم وتضحك وخجلانة وكذا راحت على البيت حطت الأغراض ودخلت على غرفتها ورفعت السماعة واتصلت على أيمن مرحبا كيفك شو أخبارك أيمن كان قاعد على السماعة ومنتظر جرس التليفون يرن بدأوا يتبادلون الأحاديث وقديش عمرك وقديش عمرك وشو دراستك وشو كذا ومن وين وما من وين والتعارف وقالها أيمن صراحة أنا أعجبت بيتش وحبيتش من أول نظرة ومبين عنك بنت نعالم وناس ومؤدبة وخلوقة المهم طال الحديث بيناتهم أبو ساعة زمان تعرفوا على بعض وحددوا وقت بشكل يومي كل يوم يتصل عليها ولا هي تتصل عليه وراحت الأيام وجدت الأيام ومرت لشهور وصارت علاقة حب بين سهة وبين أيمن الولد يعشق الأرض اللي تمشي عليها سهة وسهة كذلك الأمر تعلقت بأيمن وما تقدر تنام وتحط راسها على المخدة إلا ما تسمع صوت أيمن وحصل طبعا خلال هالأيام والأشهر اللي مرت عدة لقاءات بين أيمن وسهة في الأماكن العامة وكان الحب بيناتهم حب شريف وعفيف ونظيف وحتى إيدها ما لمسها يقعدون في كافي ولا يقعدون في حديقة عامة في مكان عام بعيد عن الحارة تتحجج البنت على أساس أنها رايها لعند صديقتها ولا لعند بنت خالتها ولا بنت عمتها وتلتقي بأيمن أبو نص ساعة ولا ربع ساعة ويشوفون بعضهم وينبسطون بشوفة بعضهم وهذا أيمن كان وعدها في الزواج وكان أيمن مقدم على وظيفة في إحدى الدوائر وبانتظار أنه تحصل الموافقة على هالوظيفة وظيفة عادية يعني على شهادة البكالوريا اللي حاصل عليها وكان وعدها في الزواج وأنه أنت يعني فتاة أحلامي وهي يعني تقول له أنت فارس الأحلام ومن الوعود هذه اللي يوعدها الشاب للبنت والبنت وعد الشاب ولكن هذا أيمن كان ناوي نية صح يعني ما عنده لعب ولف ودوران وكذا حاب البنت وناوي يخطبها ويتزوجها على سنة الله ورسوله وفعلا قام قال الوالدته والوالده وقالهم أنا حبيت بنت فيها الحارة ويعني صراحة ودي أتقدم الخطبتها ونطول فترة الخطبة شوي على بينما أنا أسس أموري وأضبط نفسي وهي حالي للزواج الأم والأب قالوا ما عندنا مشكلة راحت أم أيمن على أم سهى وتعرفت عليهم وشافت البنت وعجبتها وقالت لها صراحة يعني إحنا ناوي نخطب البنت نخطبها ونقرفات حتها وبعدين بس الله يسر والولد يضبط أموره والولد مقدم على وظيفة بس لحد الآن ما أجت موافقة وبانتظار الموافقة أم سهى قالت الله يقدمي اللي فيه خير تعالوا وتقدموا الخطبتها والبنت موافقة ويجي أهل أيمن هذاك اليوم أبوه وأمه وخالاته وعماته وكذا جاي بجاها محترمة على أبو سهى وتقدموا الخطبتها بشكل رسمي وجابوها الحلو وقروا الفاتحة ولكن ما اكتبوا الكتاب أو معقدة والقران كتب الكتاب لأنه يعتبر زواج رسمي بانتظار بس الدخول في منزل أو في عشة زوجية قالوا وكتب الكتاب أنه بعد فترة من الزمن بس سنة ولا سنتين زمان بس يضبط أموره أيمن ويكون قادر على أنه يفتح بيت هذه الشي الساعة حياكم الله ولكن البنت هذه قرينة فاتحتها والبنت هذه الأيمن وصار أيمن كل فترة والثانية يجي زيارة على بيت عمه أبو سهى أو يلتقي هو وسهى بحضور والدتها وما عندهم أي مشاكل والجماعة مبسوطين أحسن بسط إلا أن الحلو ما يكمل فيه شاب من أبناء الحارة نفسها هذه الشاب هذا اسمه عصام هذا الشاب كان متخرج جديد من الكلية من الجامعة وصارت له عقد عمل صير له عقد عمل في إحدى دول الخليج وطلع على عقد العمل هذا ومضاله أربع خمس سنوات وفيها ذاك اليوم رجع على الحارة لما رجع وإلا هذا الشاب عصام ما شاء الله عليه راكب هالسيارة ولابس هالبدلة الرسمية وشغلة أبها يعني من الآخر وهالعطور الخليجية تهفف ولما نزل من السيارة وكان بيتهم يعني بين بيت هذا عصام وبين بيت سهى يفصل بيتين ولا ثلاث لما نزل من السيارة عصام كانت البنت هذه جاية من السوبر ماركت وودها تدخل على البيت وتشتمسها روائح العطور هذه اللي نفذت إلى القلب وتشتمها الريحة الحلوة وشافت هالشاب بالأبها والسيارة اللي تلمع وهالشاب بالوسيم اللي أول مرة تشوفه فيه الحارة المهم البنت انبهرت بالسيارة وانبهرت بصاحب السيارة ودخلت على المنزل وشافت أمها اللي ابت سامع عليها وقاعدة تفكر وكذا خير يا بنتي شو اللي باصتك بسطينة معك قالت لها لا ولا شي يا ماما بس فيه شاب شفته أول مرة بالحارة أشوفه عند البيت الثالث ولا الرابع وما شاء الله عليه شاب وسيارة حديثة وشغلة عجيبة غريبة الأم قالت لها هذا والله يمكن ابن أم فلان هذا الشاب كان مسافر بالخليج ويمكن ورجع ما خذت وعطة الأم بهالموضوع البنت هذه سهى الولد أسر قلبها ريحة العطور هذه اللي اجتمتها في الشارع ما يراضي يطروح من خشمها دائما يعني تتخيل الرائحة هذه وتشوف السيارة وتشوف الشاب الوسيم هذا اللابس البدل الرسمية وصارت تفكر فيه بالليل وبالنهار وصارت البنت سهى لما يتصل عليها خطيبها أيمن يعني لهجتها تغيرات والحماس اللي كان عندها وحرارة الحب مثل كأنها يعني فترت هالعلاقة وشوي شوي صارت يعني مرات ترد ومرات تختصر المكالمة في دقيقة ولا دقيقتين وتقوله مشغوله وتقوله كذا يقول لك يمكن البنت يعني عندها حالة نفسية ولا أنها تعبانة ولا كذا يحاول يختلق لها بعض الأعذار إلا أن ما يقدر كل يوم لازم يتصل عليها وفيها ذاك اليوم تيجي امرأة تدق الباب على بيت أبو سهى السلام عليكم وعليكم السلام قالت أنا جارتكم أم عصام ممكن نفوت نجرة فنجان قهوة قالت حياتش الله يا أم عصام ادخلت أم عصام لعند أم سهى وجابت لها القهوة وكانت البنت حاضرة وقاعدة سهى تتسمع على الحديث أم عصام لما شافت البنت قالت ما شاء الله سهى صايرة عروس وما شاء الله كبرانة الله يحفظها قالت لها أم سهى ايو والله صغير ما يظل صغير يا أم عصام وسهى الآن مخطوبة يعني مقرية فاتحتها أم عصام لما سمعت أنه البنت مقرية فاتحتها قالت والله هذا مو خبر زين ليش يا أم عصام قالت والله صراحة أنا جاية يعني أشوف أجس النبض وأشوف البنت وأشوفت وصراحة أنا ناوية أخطبها لابني عصام ابني عصام صار له فترة مسافر في إحدى الدول الخليجية ورجع قبل كم يوم والولد مضبط أموره وأموره المادية كويسة الحمد لله والله رزقه وفتح عليه وسيارة وما هو ناقص الآن إلا العروس وصراحة أنا يعني ما لقيت أحسن منكم وأحسن من بنتكم أني أخطبها لابني ولكن الآن يا أم سهة بما أنه البنت مقرية فاتحتها الأمر يعني خلاص ماعد والظاهر ما إلنا نصيب البنت هذه سهة لما سمعت هالكلام كأنك ماسك مسدس وأطلقت عليها النار وأم سهة قالت والله يا أم عصام سبحان الله الدنيا نصيب والزواج هذا يعني قسمة ونصيب والظاهر أنه ما لكم نصيب والبنت مخطوبة وعلى أساس يعني خطيبة قاعد يضبط أموره وعلى أساس يتزوجون بعد فترة المهم أم عصام شربت القهوة وحملت حالها وواحد ظلت البنت هذه سهة دخلت غرفتها وصارت أفكار تأخذها وأفكار تجيبها الأم لاحظت على البنت أنها يعني مثل انصدمت فيها الخبر وشافت البنت تغيرت معده على عادتها يا بنتي شنون اللي صار عليش قالت لها والله يا ماما أنا صراحة أيمن ما تبدي يا بنتي لون ما بدتش هذا خطيبتش ومقريفة تحتش وعلى أساس تحبينه ويحبتش وصار لكم أنت وياه حوالي سنتين قالت له يا ماما أيمن يعني وظيفة ما توظف وأحواله المادية صعبة وأنا صراحة يعني ودي أرتاح بحياتي ما ودي أطلع يعني على بيت أني واحد ما عنده وظيفة وله عنده راس مال ولا عنده تجارة وهذا الشاب اللي جت أمه قبل يوم ولا يومين الله حان عليه ومعطيه وسيارة وعز ورز قالت لها يا بنتي هذه قسمة ونصيب وهي نصيب يعني الشاب بتقدم لك وخاطبك وقارين فاتحتك يعني شنو تسول فين انت قالت لها أنا معدودية يا عيني يا روحي طولت يا قصر من يمين من عسار البنت قالت خلاص أنا معدودية وأنا صراحة ودي هذا الشاب اللي هو عصام الأم حاولت شثير قليل أيمن صار يتصل والبنت سوها ما عادت رد عليه تخلي أمها تقول له قولي لها قولي له والله مو فاضية ولا نايمة ولا كذا الولد أيمن حس على الوضع ويقوم يجي هو وأمه ذاك اليوم قال ودي أحط النقاط على الحروف يشوف البنت شنو صاير عليها يعني ما كان تيج قبل المهم لما جيه وأمه السلام عليكم وعليكم السلام قالها يا حماتي يا عمتي يا مرت عمي سوها ما هي الأولية ومتغيرة وما ترد على التليفون وتتهرب مني شنو اللي صاير قالت يا ابني والله البنت تعبانة شوي وكذا ونفسيتها تعبانة شوي وتطلع البنت هذه من غرفتها وقالت لا يا ماما أنا ما أنا تعبانة ولا نفسيتي تعبانة والصراحة يعني أنت ليش ما تقولي لهم الصراحة قام هذا أيمن على طول وخير يا سوها شو اللي صاير قالت لي والله يا أيمن يعني صراحة ما في نصيب بين وبينك وحاولت يعني خلال الفترة اللي مرت أني أتأقلم على الوضع وإني إلا أنه لا يا يعني يا أخي الجيزة هذه قسمه نصيب وأنا وياك ما في نصيب بيناتنا يا بنت الناس يطولك يقصرك والناس العرف أنه أنا خاطب وما في بيناتنا مشاكل وشنو اللي صار عليك قالت له ما في نصيب هذا اللي عندي يعني وده كاني أتزوجك غصب قال هلا ولا غصب ما ودي غصب إذا ما ودت يعني أنا كمان ما وديات ويقوم يطلع أي من هو وأمه راحوا على بيتهم وظلت البنت وأمها والأم بهدلت البنت غسلتها غسيل إيش لون تسول فين مع الخطيبة تشهيش وإيش لون تسول فين مع أمه وإيش لون دوية شو هالجراءة وشو هال البنت قالت له يا ماما هذه حياتي وهذا زواج ما هو لعبة وأنا كل يوم وثاني أنا ما أقدر أبدل وأنا خلاص ما عاد وديها إذا تزوجوني غصب أوكي جيبوا وأخذوا ولكن ما راح أتهنى أنا وأظل يعني حياتي صعبة أنا وياه الأم سلمت للأمر الواقع والبنت هذه صارت تتحاول أنها يعني تشوف عصام أبو السيارة وتلتقي بعصام هذاك اليوم في الشارع وتحركشت فيه وسلمت عليه وكان هذا عصام شاب خلوق جدا ومحترم وأهله محترمين وأعطاها ابتسام وأهله وسهله كيفك شو أخبارك إن شاء الله نفرح فيه عن قريب إن شاء الله والوالدة قالتلي إنش مخطوبة قالت له والله شنت مخطوبة والآن يعني فسخنا الخطبة أنا وخطيبي وما حصل نصيب خير ليش قالت له والله ما تفهمنا أنا وياه والشاب أوضاعه المادية كذا شوي يعني وخطبتنا طولت وفي النهاية ما في نصيب عصام لما شاف البنت هذه أيضا اخطفت قلبه وراح مباشرة لعند أمه وقالها يا ماما البنت هذه فاسخة خطبتها من خطيبها وودي ياشي تروحين تخطبي ليها مرة غانية قالت على طول وتروح أم عصام على أمسها وبعد السلام ولقهوة وقالت لها احنا طالبين البنت إذا البنت موافقة علشان أخلي أبو عصام يخطب بشكل رسمي والولد ترى جاهز من كل شي بيت مع سيارة مع فاتح له شركة صغيرة وأموره عال العال ما هناك صين إلا بعض التجهيزات أمسها قالت على بركة الله يا أم عصام خلينا نشاور البنت ونشاور حالنا يوم ولا يومين ورد لكم خبر إن شاء الله طلعت أم عصام من هنا والبنت هذه صارت تزغلت بالبيت ومبسوطة جدا بجيت حماتها أم عصام لخطبتها وقالت يا ماما أنا موافقة قالت موافقة على بركة الله جاء أبو سها بلغت أمسها وقال أبو سها على بركة الله خل الجماعة يجون وأهلا وسهلا بلغت أمسها أم عصام أن الجماعة موافقين وما عندهم مشكلة وعصام يقوم هذاك اليوم يجيب أبوه ويجيب عمامه ويجيب عماته جاء بجاهة طويلة عريضة على بيت أبو سها وتقدموا الخطبتها بشكل رسمي وتمت الخطبة وتم عقد القران وحددوا موعد الزواج بعد حوالي 15 وراء 20 يوم على بين ما يختار هو إياها بعض الأثاث وبعض التجهيزات وبعض الفرش وغرفة النوم وهي جهز لها شوية ملابس وبعد مرور حوالي 15 وراء 20 يوم خلصت الأمور وتم زفاف سها على عصام وسوالها حفلة كبيرة في إحدى الصالات وكانت مبسوطة جدا سها فيها الزواج وكذلك الأمر عصام عصام طاير من الفرح بنت جميلة ومؤدبة وأخلاق ومتفاهم هو إياها الشبيرة والصغيرة وكل فترة والثانية يجيبها فيها السيارة على أهلها ومبسوطة جدا في البريستيج والطلعة والروحة والجية والمطاعم والطلعات والفوتات هذا الكلام في البداية شمشار إلا أن عصام كان فاتح له شركة الرجال وتوسع في شغله وفي عمله والله أعطاه وفتح عليه وصار يغيب عن المنزل بحكم الشغل اللي يشتغله يطلع الصباح الساعة ثمانية تسعة ما يرجع للساعة تسعة عشرة بالليل يقعد هو ومرته ساعتين ثلاثة زمان وحط راسه وينام وبيوم الجمعة يأخذها على هلها يطلعه وياها على مكان وتروح الأيام وتجي الأيام البنت هذه سهة حست أنه يعني ما في عاطفة وما في حب من قبل عصام يعني ما يبادلها حب وكذا يعني عصام يعامل سهة كزوجة وك يعني معاملة عادية ورجال ما يغلط عليها ومؤمن لها كل شي وامورها من أحسن ما يكون وبريستيج وطلعه وفوته وتلبس اللباس اللي ودهيه أي شيء تطلبه يحضر إلا أن البنت كان ناقصها الحب والحنان فما لقيت هذا الشيء عند عصام عصام رجل يشتغل رجل يعني صاحب عمل وما هم قصر بحق زوجته إلا أن يعني ما تزوجها عن حب والأيام اللي مرت بيناتهم يعني كانت أيام عادية والرجل يعني يحبها هو كزوجة ومن قصر معها أبدا مثل ما قلنا إلا أن البنت هذه ظهر إنها إحساسها عالي وتتحسس من أي كلمة البنت صارت شوي شوي تتعقد على هذا ما يحبني وهذا ما بعرف إيش وهذا ما دري شنو مرت الأيام ومرت الأشهر وبعد مرور حوالي أربع إلى خمس سنوات من زواج سوها وعصام وتلتقي هذاك اليوم بالصدفة وهي جاي على أهلها بخطيبها السابق أيمن وإلا أيمن لابس هالبدلة الرسمية والشاب يعني في كامل الأناقة وصاير ما شاء الله عليه سلم عليها وسلام عليكم وعليكم السلام أهلا وسهلا آه شو أخبارك كيف صحتك قال لها والله الحمد لله وين صارت أيامك يا أيمن قال لها والله أنا توظفت الحمد لله والله فتحها علي وخلال هالأربع خمس سنوات ترقيت أكثر من مرة وكنت مجتهد في وظيفتي وأموري عال العال هاي أيمن اتزوجت ما اتزوجت قالها لا والله ما اتزوجت الآن أنا يعني اشتريت بيت على العظم وقاعد أضبط فيه وأكسيه والأمور إن شاء الله أبو أشهر معدود إن شاء الله يكون البيت جاهز وأبحث عن بنت الحلال أنت أخبارك علومك قالت له والله أنا اتزوجت ابن جيران نهين وكذا البنت لما شافت أيمن رجعت وحنت للأيام القديمة للأيام الخوالي للحب القديم افترق أيمن هو إياها وكل من راح في حال سبيله ودخلت البنت على بيتها قعدت لها ساعتين زمان ورجعت على البيت وصارت تفكر أنه هذا عصام يعني صحيح زوجها وغني وفلوس وسيارة وطلعة وفوتة إلا أن البنت ما هي متهنية يعني ما في عواطف بيناتهم ما في حرارة ما في الأمور شبه يعني جامدة بيناتهم وصارت البنت هذه سوها تفكر بالحبيب الأولي اللي كان يعاملها بمنتهى الرقة والحنان والعطف ويسمعها كلمات الغزل وعاشت هي وياه حوالي سنتين زمان حب ولا أجمل يعني أجمل أيام حياتها قضتها مع أيمن بدون سابق انذار صارت المرأة تتحجج على زوجها على الطالع والنازلة وتغيرت عليه وتبدأ تتلقي هي وأيمن أمسها حست على البنت إنها تغيرت وفيها ذاك اليوم سمعتها تكلم أيمن من تليفون بيتهم الأرضي بعد ما خلصت قالت لها أنت شنو قاعد تسويين ومين هذا أيمن اللي قاعد تكلمينه قالت لها يا ماما هذا أيمن خطيبي قبل وقالت لها ليش تحتين مع أيمن وماليش وكذا وحصلت مشكلة بيناتهم قالت لها أنت الآن على دمة رجل وما يصير هاي التصرفات وعيب عليك يا بنتي وسهة تقول يا ماما صارنا خمس سنين متزوجين أنا وعصام والعلاقة فاترة بيناتنا ويعني صراحة حاسة حالي مثل الريبوت في البيت هذا يعني بيت ما في حركة ما في حياة الزرى ما يطلع من الصباح الشغل ما يجيني لتالي الليل وأنا صراحة مليت منها العيشة قالت لها يا بنتي تملي من العيشة تروحين تلتقين برجال ثاني وانتي على دمة رجال وكذا الأمور هاي ما تصير وعيب وحرام البنت ما ردت على أمها وصارت تلتقي بحبيبها السابق أيمن وخلال هالخمس سنوات ما حصل والله سبحانه وتعالى ارزقهم أبناء والبنات عصام وسهة المهم تطورت العلاقة يهو كل يوم والثاني قالت له أنا صراحة يعني ما عاد أطيق العيشة مع عصام وماني عرفان شلون ودي أتخلص منه قال لها أيمن أطلبي الطلاق وله تطلقتي منه أنا أتزوج إش على طول وبيتي باقي له شهر ولا شهرين يكون جاهز وتقوم هذي سوها تختلق المشاكل مع زوجها عصام من تحت أظافرها على ليش متأخر على ليش من تجايب هذي ليش من تحت هذي أنت متغير علي أنت كذا يعني بدون أي أسباب مقنعة أنها صارت يقول لها يا مرة شنو تصير عليك ما أنت سوها الأولية المهم فيها ذاك اليوم سوت له مشكلة من ولا شيء وقالت له طلقني أنا صراحة ما عاد أطيق العيشة معك وقالت يا بنت الناس طيب تعالي أنا بايش مقصر أنا قاعد أغلط عليك ولا أسب عليك ولا أضربك ولا أهينك ولا كذا ما أنا مقصر معاش بشي طيب قولوا لي ليش وديش تطلقين قالت له هيك أنا بدي أطلق ومعهاك ما عاد أقدر أعيش وأنا رايحة على بيت أهلي وتزعل سوها وتروح على بيت أهلها أو تقعد لها يوم ولا يومين ويجي راضيها عصام هو والدته يا بنت الناس وشنو صير عليك وأمها بهدلتها وأبوها بهدلها ورجعت على البيت مع زوجها عصام ومضى وهذيش الليلة على خير المهم البنت هذي صارت تطلع المشاكل من ولا شي والرجال هذا زهد حاله يا بنت الناس شنو اللي صير عليك ولا اللي صير لش مو صير لغيرك وأنا رجال عندي شغول ومع أقدر أضل مقابلش 24 ساعة البنت هذي تقول له طلقني ما هو راضي يطلقها تتواصل هي وأيمن قالت له هذا مهم طلقني يا أيمن يعني صراحة أنا مععد أقدر أعيش ولا ساعة قال لها ما عليك أنا اللي أخلصت منه بس أنت اطلعي من البيت والباقي علي قالت له يا أيمن لا تروح يعني اتورط حالك بشي يعني تروح فيه وأخسرك قالها ما عليك التفقت هي وأيمن أنها تطلع من البيت تزعل تروح على هلها وأيمن يقوم بالباقي فعلا طلعت هذاك اليوم وسوت مشكلة من ولا شي مع عصام وطلعت من البيت وراحت على هلها وهذا عصام المسكين قاعد فيها البيت ويفكر يقولها المرة يعني كانت مثل الملاك وشنو اللي جاها وشنو اللي يغير أحوالها ويهوجس وهو على السرير وما هو جاي ينوم والوقت تتأخر بالليل ويسمع عصام أصوات شخص قاعد يمشي في البيت قال زوجتي زعلت وولت على هلها مين هذا معقولة تكون رجعتي قام عصام عنده مسدس في الخزانة والمسدس مرخص ويمسك المسدس ويبدأ يتمشى طلع من غرفة النوم باتجاه الصالة ويصيح مين اللي فيه الداخل مين اللي فيه المنزل ما حدا يرد والإنارة مطفية لحد ما وصل لعند كبسة الكهرباء ويشغل اللمبة وإلا هذا الشخص واقف بوجهه لما شافوا لهذا أيمن شنو قاعد تسوي هنا يا أيمن طبعا سوها كانت حاشيته إنها مخطوبة الواحد من أبناء الحارة وشافته هي وياه مرة وقالت له هذا خطيبي السابق فيعني حافظ ملامح الوجه لما شاف أيمن عنده في البيت شنو قاعد تسوي هنا يا أيمن أيمن ماسك بإيده سكين ويتجه باتجاه عصام عصام ماسك المسدس والرجل في حال دفاع عن النفس قال له والله لا أشرب من دمك اليوم سحب المسدس وأطلق عليه النار ثلاث أربع طلقات وأرداه قتيل في مكانه ومباشرة عصام مسك تليفون واتصل على رجال الأمن على الشرطة بلغهم أنه حصل جريمة قتل في منزلي وتعالوا بسرعة حظ الرجال الأمن خلال لحظات جهوا أن الرجل هذا مقتول وهذا عصام يعني حاط المسدس على الجنب شنو اللي صار يا عصام قاله الرجال هذا حسيت على صوت أقدام في المنزل أصيح من ما من طلعت وقال لهذا الرجال ماسك سكين وجاي باتجاهي وديه يقتلني وأنا دافعت عن نفسي وأنا اللي قتلته تم رفع الجثة إلى الطب الشرعي والأدلة الجنائية والبحث الجنائي أخذه السكين اللي فيه إيد أيمن ويعني كانت واقعي من إيده وكانت موجودة في الأرض وتم رفع البصمات عنها وفعلا السكين عليها بصمات أيمن وبدأ رجال الأمن التحقيق فيها الجريمة مين هذا الشخص قال هذا الشخص خطيب زوجتي السابق هل في بينك وبينه عداوة قال لا أبدا ما في بينه وبينه أي شيء إلا إن زوجتي سابقا كانت خطيبته وفسخت الخطبة وتزوجتها أنا بعد فترة وصار لي أنا خمس سنوات متزوج جابوا الزوجة جابوا سوها أهاي سوها هذا خطيبتش هو اللي جاي وديقتل زوجتش وزوجتش دافع نفسه وقتله قالت أنا والله ما أدري أنا ما لي علاقة أنا أصلا يعني عند بيت أهلي قالوا هذي أنه يعني أنه أنت عند بيت أهليك ما تنفعش يمكن أن تكون ضدك ولا تكون معاك فأنت أكيد متآمرة مع خطيبتش على زوجتش قالت سوها يعني أنا ما أسمح لكم تتهموني في الاتهام هذا وأنا كنت في بيت أهلي وعندي شهود أمي وأبوي وعننا خالاتي وعننا أماتي وعننا كذا يشهدون أنه أنا موجودة وشنت زعلانة منه وطلعت بالليل وظل هو الحال وأنا ما إلي علاقة فيها الجريمة لا من بعيد ولا من قريب المهم الزوج هذا عصام حط محامي وادعى على سوها أنه هي يعني المحرضة الأيمن على القتل وهو اللي يعني قدر يدافع نفسه ويقتل أيمن قبل لا يقدر يوصل له وعصام حط محامي وسوها حطت محامي وعصام ادعى على سوها أنها محرضة الأيمن على قتله وبدأت المرافعات والجلسات وفي النهاية تم الحكم على أيمن بالبراءة وإخلاء سبيله وأنه عملية القتل هذه حصلت دفاعا عن النفس وأنه عصام ما عنده أي خيار آخر إلا أنه يدافع نفسه من مجرم يعني مقدم على قتله لا محالة وكذلك تم الحكم على سوها بالبراءة لعدم توافر الأدلة والبراهين اللي الدل على أنه هي المحرضة الأيمن على قتل عصام وأثبتت أنه هي فعلا موجودة عند بيت أهلها وأنه في مشاكل بيناتهم إلا أنها ما وصلت إلى درجة أنها تحرض أحد الأشخاص على قتله المهم تم إطلاق صراح عصام وسوها وبعد ما تم إطلاق صراحهم قام عصام طلق سوها وخلاها تروع على بيت أهلها وبعد مد من الزمن تزوج من امرأة أخرى وعاش بقية حياته وسوها قعدت عن بيت أهلها تعض أصابعها ندم على أنها تسببت في مقتل خطيبها السابق وخسرت زوجها اللي كان صاينها وداير باله عليها أنتظر تعليقاتكم ورأيكم فيها القصة كانت هذه نهاية القصة لا تنسونا من اللايك والاشتراك بارك الله فيكم دمتم في رعاية الله وحفظه